اهلا بكم من جديد وللاخبار الاقتصادية قال نقيب وكلاء الملاحة البحرية بسام الجازي ان بعض الخطوط الملاحية تقوم في نهاية كل عام باعادة هيكلة اجور الشحن البحري استنادا لقوى العرض والطلب واوضح الجازي لنشرتنا تعليقا على الانباء التي ذكرت ان بعض الخطوط الملاحية رفعت اجور الشحن من اوروبا الى موانئ دول المنطقة بان عمليات شحن البضائع تنشط عادة قبل نهاية السنة بسبب الاعياد اذ يرتفع حجم الطلب الا انها تعود الى الانخفاض مع بداية السنة الجديدة واضاف ان تراجع اسعار النفط كان يجب ان تنعكس انخفاضا على اجور الشحن ولو بنسبة بسيطة الا ان الارتفاع في حجم الطلب حالة دون ذلك في الموسم الحالي وشهدت اجور الشحن من الصين الى دول شرق اوروبا وغرب وشرق البحر الابيض المتوسط زيادة وصلت الى 1600 دولار للحاوية 40 قدما في حين ظلت اجور الشحن من شرق اسيا لموانئ المنطقة ثابتة دون تغيير وعن اداء مناء العقبة خلال الاشهر التسعة الماضية اظهرت البيانات ارتفاع حجم المناولة بنسبة 16 في المئة وتراجع عدد البواخر التي تعامل معها بنسبة 9 في المئة كما اظهرت تراجع اعداد المسافرين بنسبة 33 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وبحسب بيانات مؤسسة موانئ العقبة بلغ حجم المناولة في اول تسعة اشهر من العام الحالي 13.7 مليون طن مقابل 11.8 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي اما عن حركة الصادرات عبر الميناء فقد اظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 3 في المئة اذ بلغت 3.6 مليون طن في خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي مقابل 3.5 مليون طن لذات الفترة من العام الماضي في حين ارتفعت المستوردات بنسبة 21 في المئة اذ بلغت 10 مليون طن مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل 8.3 مليون طن لذات الفترة من العام الماضي واظهرت البيانات ايضا تراجع مستوردات الترانزيت عبر ميناء العقبة بنسبة 4 في المئة اذ بلغت 458.5 ألف طن خلال التسعة اشهر الاولى من العام مقابل 504 ألف طن لذات الفترة من العام الماضي ارتفع اداء بورصة عمان خلال الاسبوع الحالي اذ اغلق المؤشر القياسي العام لأسعار الاسهم على ارتفاع بنسبة 17 بالمئة في المئة ليضع حدا للتراجع الذي شهدته على مستوى الاسابيع الماضية وبلغ الرقم القياسي لمستوى هذا الاسبوع 2098 نقطة مقارنة مع 2095 نقطة للاسبوع السابق كما بلغ حجم التداول الاجمالي لهذا الاسبوع حوالي 29.6 مليون دينار مقارنة مع 43.1 مليون دينار للاسبوع السابق وبلغ عدد الاسهم المتداولة لهذا الاسبوع 38.7 مليون سهم نفذت او مقارنة مع 46.2 مليون سهم ايضا مقارنة من العام الماضي اما عدد العقود بلغت لهذا الاسبوع 15.751 عقدا مقابل 17.588 عقدا على الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 3% في المئة ولقطاع الخدمات بنسبة 31% في المئة في حين انخفض لقطاع الصناعة بنسبة 1.8% في المئة واجهت ايضا مساهمة القطاع المالي بالمرتبة الاولى بنسبة 69.8% يليها قطاع الخدمات بنسبة 16.6% في المئة واخيرا احتل القطاع الصناعي المرتبة الثالثة بنسبة 13.6% في المئة في خبر اخر قال مدير مؤسسة الخط الحديد الحجازي الاردنية صلاح اللوزي لنشرتنا ان المؤسسة تعمل للحصول على دعم تركي لرفع كفاءة المؤسسة وتسيير قطار لنقل الركاب بين محافظتي الزرقاء والعاصمة ومنها الى مطار الملكة علياء الدولي واوضح ان المؤسسة عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين من سكة حديد تركيا وبنك التنمية التركي كما تم ايفاد فريقا فنيا تركي للكشف على خط السكك الحديدية التابع للمؤسسة لتقدير التكلفة المالية التي سيقوم البنك بتمويلها بالاضافة الى اعادة ترميم محطات القطار وقال اللوزي ان هناك مشروعا وطنيا لربط المدن الرئيسية الاردنية بشبكة متطورة للسكك الحديدية لنقل البضائع والركاب اكدت سمو الاميرة بسمة بنت طلال خلال زيارتها لمدينة الحسن الصناعية ولقائها الشباب الباحثين عن عمل واصحاب العمل ايضا ضرورة الوقوف على اسباب ترك الشباب او شباب محافظة اربد العمل في المدينة ومحاولة ايجاد حلول لها وعز الشباب عدم التزامهم بالعمل الى تدني الاجور وبعد اماكن سكنهم عن مدينة الحسن الصناعية وعدم توفر وسائل النقل وعدم شمولهم بالتأمين الصحي بالاضافة الى جهلهم بقانون العمل والعمال وضعف التواصل مع صاحب العمل وتعدد الجنسيات العاملة في المصانع بدورهم شكى اصحاب مصانع وارباب عمل في مدينة الحسن الصناعية من ثقافة العيب لدى الكثير من الشباب ورغبتهم في الوصول الى مراكز قيادية واشرافية بسرعة دون اكتساب الخبرات المهنية والعملية اللازمة وزارت سمو الاميرة مصنع شركة سختيان لمستحضرات التجميل واستمعت من مديرة المصنع المهندسة رنى السبت الى آلية عمل المصنع والمشاكل التي تواجههم اذ يعمل فيه ثمانين موظفا اردنيا في وقت تطلب فيه خطة توسيع المصنع ثلاثين عاملا جديدا سيتم توفيرهم من خلال مكتب التوظيف في مركز الاميرة بسمة للتنمية بارباد نحن موجودين في صرح اقتصادي كبير وإيجابي وأنا جدا معجبة بالمصنع اللي شفته الآن وأيضا كان فيه مصنع زميل كمان لهذا المصنع لكن هذا كله بصب جهود مدينة الحسن وحقيقة الآليات والديناميكية اللي موجودة من قبل القطاع الصناعي في المدينة وهذا فعلا يعني بحكس أروع وأنبى المواصفات خليني أقول الشخصية الأردنية على الإنجاز وعلى المتابعة وعلى الإنتاج فكتير كتير بالنسبة لي هيك جانب مشجع وسعيد جاءت زيارة سمو الأميرة اليوم نظرا لاتفاقي الموقع تقريبا قبل ثلاثة شهور على تعطير العمل بين جمعية المستثمرين والمصائل الموجودة داخل مدينة الحسن والصندوق الأردن الهاشمي للتنمية لدعمه وحث الشباب الأردنيين وتوصيلهم للعمل وإحلال العمل الأردنيين مكان العمل الأجنبي في داخل مدينة الحسن الصناعية